العجز الميزاني يتراجع في بلادنا بفضل ما يسمى بالتمويلات المبتكرة شنو هي التمويلات المبتكرة؟ هي الحكومة تابع المقرات الإدارية والمستشفيات والمؤسسات الجامعية تابعوها إما السدجي ولا السامر ولا الخواص وتكتريها من عندها وتقول لمضافينا استمروا هناك وللمرضى استمروا هناك وأنا رأني كريس هذه الحكومة في ثلاث سنين 22 و 23 و 24 جمعات 80 مليار ونص درهم برسم ما يسمى التمويلات المبتكرة 80 مليار درهم ونص في ثلاث سنين المغرب في العملية الخوصصة من نهار الذي بدأت في 93 حتى الـ 2017 يعني في الأوج ربع قرن الخوصصة جمعنا 103 مليار درهم ربع قرن 25 عام والمغرب تيدير الخوصصة بإطار قانوني مختلف بالقوانين المقعدة وبصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والفلوس محضين فين يمشيوهما اللي داروا هذه البنيات التحتية اللي كان الموانئ والطرق الصيارة والمطارات أما هذه 80 مليار درهم تتخشف الميزانية ما عارفهاش فين هي كان مشكل قانوني ولكن كان مشكل كتر الحكومة تابع الأصل ديال الدولة وتيجيب لها الله رأي عندها الفلوس وبالتالي تصرف بدون حساب ولا تقوم بالإصلاحات الهيكلية اللي تصدرها باش ترشدنا فقط وباش تطور الموارد العادية